بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا وابنتنا طالبات وطالبات الصف الثالث تشغيل المعادن أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة في حلقة النهاردة جاي لكم بمادة التخطيط وإدارة الإنتاج في الحلقتين اللي فاتوا خدنا كل الجزئيات النظرية وتعتبر هي نص المنهج بتاعنا كان الجزئيات النظرية بتتكلم في شقين شق بيتكلم عن مقومات أو عناصر المشروع الصناعي والشق الثاني كان بيتكلم عن الأقسام الإدارية في المشروع الصناعي النهاردة جايين بقى بجزئية مهمة جدا وحنبتدي مع بعض كده النص الثاني اللي هو إزاي أحسب نمرة واحد الأزمنة بتاعة عمليات القطع أو الأزمنة بتاعة عمليات التشغيل وبعدين حيبقى عندنا إزاي أحسب التكاليف طيب في أزمنة القطع هو إحنا في قسم التشغيل متعلمين إن إحنا نعمل إيه متعلمين إن إحنا نعمل عمليات تأب متعلمين إن إحنا نعمل عمليات خراطة متعلمين إن إحنا نعمل عمليات أشط متعلمين إن إحنا نعمل عمليات تفريز متعلمين إن إحنا نعمل عمليات تجليخ يبقى كل العمليات دي لازم أكون بعرف أحسب الأزمنة بتاعة الحسابات الفنية بتاعتي يعني لما أكون بعمل عملية التأب لازم أعرف عملية التأب دي هتاخد مني وقت قد إيه أكون بعمل عملية خراطة لازم أعرف عملية الخراطة دي هتاخد مني وقت قد إيه طيب هي الأزمنة دي ضرورية مستر محمد؟ آه طبعا ضرورية ضرورية جدا طب هي ضرورية ليه؟ لأن أنا لما حعرف الزمن اللي حتتعمل فيه الشغلة حقدر أحسب على أساس الزمن ده كل التكاليف اللي حقدر أجيب بها سعر البيع في الآخر إزاي؟ لما مثلا تكون شغلة مثلا حتاخد مني ساعة شغل وأنا بتحاسب مع العامل بالساعة يبقى أنا كده حقدر أحسب الأجر اللي حياخده العامل عندي وحقدر أحسب هي تكلفت بعد كده خامات بقى وكهرباء وتشغيل وحاجات كتير كلها حتتكلف قد إيه؟ كل ده مبني على إيه؟ مبني طبعا على الزمن اللي أنا ححسبه من عملية التشغيل طب تنصحنا بقى مستر محمد قبل ما نحسب عمليات الزمن أنصحك بنصحتين ثلاثة مهمين جدا ما فيش حاجة اسمها الشغلة عندي طولها 100 ملي يبقى طول الشوت بتاعي 100 ملي ليه بقى؟ أقولك ليه لو خدت المسال عندي لعملية التأب أنت بتجيب المتأب بتاعك وبتركب فيه بندة هل الشغلة دي سمكها كده 20 ملي؟ العشرين ملي دول هما دول طول المشوار بتاع البنطة؟ لا طبعا ليه؟ هو أنت لما بتيجي تعمل عملية التأب بتبقى البنطة لزقة في الشغلة ولا بتجيبها من بعيد؟ بجيبها من بعيد طب إيه إذن دلوقتي يبقى فيه مسافة اسمها مسافة اقتراب اللي هي المسافة ما بين سن البنطة وما بين الشغلة دي نمرة واحد نمرة اتنين البنطة بتاعتي حتدخل جوا الشغلة يبقى ده البعد التاني نمرة ثلاثة طب هو التقب بتاعي ده هيبقى تقب نافذ يعني البنطة هتعدي منه ولا غير نافذ لو التقب بتاعي نافذ يبقى فيه مسافة اقتراب وفيه المسافة اللي البنطة هتخشها جوا الشغلة وفيه مسافة بتاعات كمان اللي هتعدي منه عشان تخلي التقب نافذ إنما لو غير نافذ يبقى عندي مسافة اقتراب والمسافة اللي هتخشها جوا الشغلة بس طب هو الكلام ده ينطبق بس على التأب لا ينطبق على كل المشغولات يعني مثلا لو أنت بتعمل عملية خراطة ودي كده الشغلة اللي موجودة عندي الألم بتاعي هيبدأ من بعيد يبقى دي مسافة الاقتراب وحيمشي المسافة اللي حيخرط فيها الشغلة يبقى ده طولي الشغلة بتاعتي وبعد كده هيعمل مسافة ابتعاد ده لو كانت الشغلة بتاعتي حرا للنهايتين يعني حعمل عملية الخرط من بداية الشغلة لنهاية الشغلة إنما لو الخرط بتاعي الجزء منها يبقى فيه مسافة اقتراب بس وما فيش مسافة ابتعاد يبقى لازم تخلي بالك نمر واحد في كل عمليات قياس الزمن أو وقت التشغيل إن انت طول الشغط بتاعك قد إيه طول الشغط ده هيبقى فيه مسافة اقتراب ومسافة ابتعاد ولا مسافة اقتراب بس ولا ما فيش مسافة اقتراب زي انت ما بتعمل الخلخلة في منتصف الشغلة في التشغيل طيب يبقى دي أول نصيحة أخلي بالي من طول الشغط هيكون قد إيه فأي عملية تشغيل نمرة اتنين دايما وانت شغال تخلي بالك من سرعة القاطع سرعة القاطع كنا بناخدها في التطبيقات التكنولوجية اللي هي عين ودي سرعة خطية كانت بتتأس بالمتر لكل دقيقة إنما عندنا دلوقتي بما إن أغلب المشغولات أو أدوات القاطع حتكون بتلف حركة دائرية يبقى أنا دلوقتي عندي حاجة اسمها نون نون هي عدد اللفات في الدقيقة هي عدد اللفات في الايه؟ في الدقيقة يبقى أنا دايما حاخد سرعة القاطع بتاعتي في عمليات التأب في عمليات الخراطة في عمليات التفريز في عمليات التجليخ إن أنا بستخدم سرعة القاطع ليه نون هي عدد اللفات إنما في القشط علشان التمسح عندي بتحرك حركة ترددية يبقى أنا باخد سرعة القاطع وهي عين طب إيه النصيحة التالتة؟ هو أنت لما بتيجي علشان تعمل عملية خراطة والشغلة مثلا عندك قطرها 40 ملي وال40 ملي دول أنت عايز تخليهم 20 هتاخد العشرة ملي دولة مرة واحدة؟ لا مش مرة واحدة يبقى في عندي عدد أوشش يبقى أنا لازم أخلي بالي من ثلاث حاجات الحاجة الأولى طول الشغط اللي أنا بشتغله الحاجة التانية هي سرعة الحركة أو سرعة التشغيل أو سرعة القاطع إذا كانت نون ولا إذا كانت عين نمرة ثلاثة أخلي بالي من عدد الأوشش وعدد الأوشش دايما بنشوف السمك المراد إزال تؤدي إيه وبقسمه على عمق القاطع لكل وش ده في الغالب إنما في الخراطة بقول على 2 دال اللي هي 2 في عمق القاطع على أساس أن الشغلة مدورة والألم لما بيأكل من ناحية بيأكل من ناحية وهي بتلف كأنه بيأكل من ناحيتين فبقول على 2 دال يبقى أنا دلوقتي عايز مع بعض النهاردة نشوف حساب سرعة القاطع على كل مكينات التشغيل أو في كل عمليات التشغيل حنبدأ مع بعض الأول بعملية التقب والألوازة في عملية التقب والألوازة أنا بعمل عملية التقب بتاعتي عن طريق البنطة ويبقى فيه مسافة اقتراب ومسافة التعاد لو كانت نافذ وبيكون فيه اقتراب بس لو كانت غير نافذ تعالوا مع بعض نشوف حنعمل ايه مع بعض كده في عمليات التشغيل على المثقاب نبص كده حنشوف كده ده حساب أزمنة التشغيل وطبعا أنا ححسبها دلوقتي فيه عمليات الثقب والقلوازة بص كده معايا دي البنطة ده تقب نافذ يعني مفتوح من فوق ومن تحت إنما ده تقب غير ايه غير نافذ طيب أنا دلوقتي زمن التقب بيكون عندي لم على تيه في نون أي زمن بيبقى عندي في الغالب لم على تيه في نون لازم تخلي بالك إن المسافة اللي هو ارتفاع الشغلة أو سمك الشغلة بنسميه لم واحد ويبقى هنا لم واحد بس ده نافذ وده غير ايه وده غير نافذ نيجي بعد كده ده القطر بتاعة التقب يبقى اسمه قاف يبقى لم واحد هو ارتفاع الشغلة أو ارتفاع عملية التقب بتاعتي قاف هو قطر التقب اللي أنا عايز أعمله بعد كده المسافة الاقتراب دي بنحسبها هنا 3 من 10 في قطر التقب وبعد كده بيبقى عندي مسافة ابتعاد بتبقى 3 ملي يبقى أنا دلوقتي لما حاجة أحسب زمن الثقب بقول إن الزمن بيساوي لام على تيه في نون هو لام تبقى لام دي؟ لأ طبعا يبقى أنا دلوقتي عايز أحسب لام فحقول إن لام بتساوي لام واحد اللي هو طول التشغيل زائد المسافة بتاعة الاقتراب اللي حتبقى 3 من 10 قاف زائد مسافة لابتعاد لما يكون 3 ملي وده لما يكون ثقب إيه؟ نافذ طب لو ثقب غير نافذ حقول إن لام بتساوي لام واحد زائد 3 من 10 قاف وده حيكون غير إيه؟ غير نافذ نخلي بالنا إن أنا دلوقتي عايز أجيب الثلاث حاجات اللي موجودين في القانون إن أنا أجيب الزمن بيساوي لام على تيه في نون يبقى اللام بتساوي لام واحد زائد 3 من 10 قاف زائد 3 ملي متر لما يكون ثقب نافذ ولام بتساوي لام واحد زائد 3 من 10 قاف لما يكون غير إيه؟ نافذ كده أنا حعرف أجيب مين؟ حعرف أجيب طول الشوت التغذية هو بيدهالي طب والنون؟ النون بحسبها بقول ألف في عين على طه قاف العين اللي هي السرعة الخطية اللي بتتأس بالمتر لكل دقيقة الطه اللي هي النسبة التقريبية 22 على 7 اللي هي بتسوي 3 و 14 من 100 وقاف اللي هو قطر لإيه؟ قطر التقب عندي تعال نشوف أول مثال بيقول لي اوجد الزمن اللازم لعمل ثقب قطره 40 ملي متر في مشغولة من الصلب اللدن علما بأن سمك المشغولة 50 وسرعة القطع 20 والتغذية 1 و 2 من 10 ملي متر لكل لفة يبقى أنا كده خلي بالك ما ذكرش هنا إذا كان نافذ أو غير نافذ يبقى أنا كده هعتبر أنه نافذ لو ما ذكرش هعتبره نافذ بس لو قال لي نافذ هشتغل نافذ لو قال غير نافذ هشتغل وغير إيه؟ نافذ تعال نعمل هامش احسب الزمن لازم لعمل ثقب قطره 40 يبقى قاف بتساوي 40 ملي متر في مشغولة من الصلب اللدن سمك المشغولة سمك المشغولة لسه شايفينه على الرسمة يبقى دا لام واحد يبقى لام واحد بتساوي 50 اللي هو مدالي وسرعة القطع طالما دي بالمتر لكل دقيقة يبقى أكيد دي عين يبقى العين بتساوي 20 متر لكل دقيقة والتغذية يبقى التغذية ته بتساوي 1 و 2 من ايه؟ من 10 طب أنا عايزة جيب الزمن الزمن بتاعي بيساوي لام على ته في نون تعال نجيب لام الأول مش التقب دا نافذ؟ آه يبقى لام بتساوي لام واحد زائد 3 من 10 قاف زائد 3 ملي متر عشان التقب دا نافذ يبقى اللام بتساوي لام واحد بخمسين زائد 3 من 10 في القطر بتاعي يبقى فيه 40 زائد 3 ملي متر يبقى اللام هنا حتساوي 65 ملي متر كده أنا اللام دي بقت معلومة عندي ومتوفرة لي نيجي بعد كده تعيقته موجودة فاضل النون يبقى النون بتساوي 1000 في عين على طه قاف العين اللي هي السرعة الخطية والطه بـ 13 و 14 من 100 والقاف اللي هي القطر اللي بيساوي 40 يبقى اللي بتساوي 1000 في العين عندي هي بعشرين عوضت عنا بعشرين الطه بـ 13 و 14 من 100 أو لو عايزت تعوض بـ 22 على سبعة يبقى تحط هنا 22 وتطلع السبعة فوق في القاف اللي هي بتساوي 40 يبقى النون بتساوي 159 و 23 من 100 مفيش عندي حاجة اسمها 23 من 100 لفة دي على طول تتقرب فلما تتقرب تبقى 160 لفة لكل دقيقة يبقى 159 و كسر أقربها 160 لفة لكل دقيقة تعال بقى كده أنا بقى عندي اللام وعندي الته وعندي النون معلومين تعال نجيب الزمن يبقى الزمن بيساوي لام على ته في نون يبقى بيساوي اللام بتاعت اللي أنا لسه جايبها بـ 65 على الته اللي هو مدهاني بـ 1 و 2 من 10 في النون اللي أنا لسه جايبها بـ 160 يبقى الكلام ده بيساوي 2 و 7 من 10 دقيقة طب تعال نشوف مثال تاني أنا دلوقتي بعد ما بقيت أعرف أجيب زمن التقب بالقوانين المتاحة دي عايز أعرف أجيب زمن الألوازة زمن الألوازة بيساوي 3 لام على 2 خه نون الخه دي هي خطوة الألواز والنون اللي هي عدد اللفات طب واللام حيبقى شكلها زي اللي موجودة هنا في التقب حتبقى شكلها بس حتختلف في بعض القيم يعني حقول إن اللام بتاعتي بتساوي لم واحد زائد بدل ما كان هنا 3 من 10 في الألواز يبقى 5 من 10 قاف زائد 3 ملي متر وده لما يكون تقب نافذ طيب واللام لو ده ألواز غير نافذ يعني بألواز بيتعامل في تقب غير نافذ يبقى اللام بتساوي لم واحد زائد 5 من 10 قاف رفو عليكو كإني سامعكو بالضبط وانتو بتقولولي طالما نافذ حزود مسافة الابتعاد طالما مش نافذ مش حشيل مسافة الابتعاد طيب نيجي بعد كده أنا دلوقتي النون برضو حتساوي ألف في عين على طه إيه؟ على طه قاف طب تعال نشوف مثال كده زي الأمثلة بالضبط اللي بتيجي في الامتحانات إنه يجيب لي شغلة حيتعامل فيها تقب ويتعامل فيها ألوازة تعالوا مع بعض بيقولي احسب الزمن اللازم لثقب وقلوازة ثقب نافذ طب تعالى كده نعمل الهامش بتاعنا ونيجي نحط المعطيات واحدة واحدة نقرأ وننقلها نحطها هنا يعني احسب الزمن اللازم لثقب وقلوازة ثقب نافذ يبقى عندي عمليتين عملية تقب وعملية ألوازة قطره 14 ملي متر يبقى حكت بينا قاف بتساوي 14 ملي متر وعمقه اللي هو لم واحد بيساوي 20 ملي متر خدت العشرين كتبتها لم واحد في مشغولة من الصلم إذا علمت أن سرعة القاطع 18 متر لكل دقيقة والتغذية 18 ملي متر لكل لفة وعدد دورات المثقاب في الدقيقة 90 و125 و180 و250 و355 و500 طب دول محتوطين لها مستر محمد دول محتوطين علشان أنا لما أجيب نون ما أجيبش نون اللي أنا حاسبها أجيبها وأقربها لرقم من الأرقام اللي موجودة هنا لأن المتأف في السرعات دي فما تحطش أنت سرعات أنت حاسبها من عندك يبقى أنا دلوقتي حقول أن سرعة القاطع اللي هي عين بتسوي 18 حنقلها التغذية اللي هي ته أكتب هنا ته بتسوي 6 من 10 ملي متر كل لفة ودي عدد الدورات طب تعالى نروح ناخد البيانات بتاعة الألووز بيقولي أن خطوة الألووز 4 ملي متر يبقى كتب هنا خة بتسوي 4 ملي متر وعدد لفات المتأب أثناء عملية الألووزة آه خلي بالك ده هنا مكتوبة عدد اللفات يعني نون واللي يأكد لي على الكلام ده أنه أقيل لي 135 لفة لكل إيه؟ لفة لكل دقيقة يبقى كتب هنا نون بتسوي 135 لفة لكل دقيقة أنا عاملها لك بلون مختلف ليه؟ لأنه مدهالي على طول مش عايز نحسبها وأن عملية القلوزة ستتم باستخدام زكارين يعني الزمن هنا حيتضرب فيه اتنين يبقى أنا عندي عدد الزكور هنا بكام؟ باتنين تعالى نروح نجيب زمن الألوزة طبعا الزمن بتاع التأب الأول بيسوي لام على تهفنون يبقى لازم أجيب لام والتقب ده كان نافذ يبقى اللام بتسوي لام واحد زائد 3 من 10 قاف زائد 3 ملي متر لأنه تقب إيه؟ نافذ تعالى نعوض فيه يبقى اللام بتسوي لام واحد اللي أنا قلت مديها اللي بعشرين زائد 3 من 10 في القاف اللي قال لي عليها باربعين زائد 3 ملي متر يبقى كل ده لما حسيبه يطلع بـ 27.2 ملي متر طيب أنا محتاج لام وته ونون عندي ته تعالى نجيب نون يبقى النون بتسوي ألف في عين على تهقاف قانون لازم تحفظه لأنك حتستخدمه في كل أنواع المسائل كل أنواع المسائل حتى لو اختلفت يبقى الكلام ده بيساوي ألف في العين بتاعتم الدهالي بـ 18 على الطه بـ 3 و 14 من 100 في القاف اللي هي بـ 14 يبقى الناتج عندي هي ساوي 409 طيب الـ 409 دي أشتغل بقى مستر محمد لا هنا في المسألة دي ما ينفعش ما ينفعش ليه لأنه قيل المتقاب مجهز بالسرعة دي طيب الـ 409 دي أقرب لمين هي في النص هنا ما بين الـ 355 وما بين الـ 500 الأقرب لها بص كده لو شلت هنا من هنا 59 حلاقي على طول عندي هنا 350 أو 355 أقرب من إن أنا زود 100 يبقى أنا هنا بالتقريب حتسوي 355 لفة لكل دقيقة وأنا اخترتها من السرعات اللي هنا طالما مديني سرعات لازم أخذ السرعة دي أقربها الأقرب سرعة موجودة تعال نجيب الزمن يبقى الزمن لام على ته في إيه في نون يبقى الكلام ده بيساوي اللام بـ 27.2 من 10 على الته اللي مدهاني بـ 6 من 10 في النون اللي أنا لسه جايبها بـ 355 يطلع الكلام ده بيساوي 13 من 100 دقيقة وبعد كده 13 من 100 دي نبقى نضربها في 2 لأنه قال لي إن إيه دي كده آسف معلش أنا كده جبت 13 من 100 دقيقة بتاعة التقب إنما زمن الألوازة هو اللي حينضرب في إيه في اتنين كده أنا جبت زمن التقب يا أولاد اللي هو المطلوب الأولاني بيساوي 13 من 100 دقيقة أخذ المسألة واروح ألف أقول إن أنا بقى زمن التقب 13 تعال نجيب زمن الألوازة زمن الألوازة كان بيساوي 3 لام على 2 خهنون يبقى لازم أجيب اللام الأول يبقى اللام حتساوي لام واحد زائد 5 من 10 قاف زائد 3 ملي متر لأن الألواز ده نافذ يبقى حتساوي لام واحد اللي هو اللي كان عندي بعشرين زائد 5 من 10 في القطر بتاعي اللي هو كان 14 في زائد 3 ملي متر يبقى اللام هنا اللي هو طول الشوت بتاعي بيساوي 30 ملي متر تعال بقى مش أنا كان عندي 3 لام على 2 خهنون قادي القانون بتاعي 3 لام على 2 خهنون في عدد الزكور يبقى أنا دلوقتي حعوض حقول بتساوي 3 في اللام بتاعت اللي أنا لسا جايبها بتلاتين على 2 في الخطوة بتاعت اللي هو مدهاني هنا ب4 ملي متر في النون بتاعتي اللي هو مدهاني أصلا في المسألة من غير محسبها ب135 في طبعا لازم أضرب في عدد زكور الألواز اللي بتساوي 2 يبقى كده الزمن بتاعي 2 من 10 دقيقة خلي بالك أن أنا عملت عملية تأب فددتني 13 من 100 دقيقة وعملت عملية ألوازة فددتني 2 من 100 دقيقة أسكت كده وقف؟ لا طبعا ما قفش لازم أجيب الزمن الكل فاروح جاي رايح أيله يبقى أنا دلوقتي كان عندي زمن التأب ب13 من 100 دقيقة وزمن الألوازة بيساوي 2 من 10 دقيقة أجمع اللي 2 يبقى الزمن الكل حيساوي زمن التأب زائد زمن الألوازة الزمن اللي أنا عملته في عملية التأب زائد الزمن اللي أنا عملته في عملية الألوازة يبقى بيساوي زمن التأب كان ب13 من 100 زائد زمن الألوازة ب2 من 10 يبقى الكلام ده حيديني 33 من 100 دقيقة طيب نيجي بعد كده أولاد عايزين نروح نجيب زمن الخراطة طيب أنا دلوقتي لما باجي أعمل عملية خراطة قلتلك في بداية الحلقة أن دي شغلة الشغلة بتاعتي ممكن تبقى حرة النهيتين يبقى لازم عندي مسافة اقتراب ومسافة بتبعاد طيب خلي بالك أنا قلتلك أن أغلب أزمنت القطع بتسوي لام على تهفنون يبقى هنا اللام لو عندي مسافة اقتراب ومسافة بتعاد كل مسافة من دول أنا باخدها بخمسة ملي فلو عندي مسافة اقتراب ومسافة بتعاد يعني حر النهيتين يبقى عندي لام زائد عشر اللي هم خمسة من هنا وخمسة من هنا طيب أنا دلوقتي لو الشغلة دي أنا هعمل عملية خرط وقف هنا في النص اللي هو الخرط المدرج يعني يبقى أنا هقول لام زائد خمسة وطبعا النون بتسوي ألف في عين على تهقاف طيب أنت لو بتعمل عملية زاوي أورة اللي هي الخراطة الوجهية لو الوجه ده كامل وانت حتمشي لغاية النص عندك كده نق نص القطر انت بتمشي زائد مسافة الايه؟ الاقتراب طب لو الأورة دي غير كاملة ممكن الأورة دي تبقى غير كاملة بس مدرجة أو ممكن تبقى غير كاملة ومتقوبة فده اللي هيختلف معانا بس طبعا لما تبقى غير كاملة يبقى أنت لازم تطرح نص القطر الصغير من نص القطر الكبير وتزود عليه مسافة الاقتراب في نفس الحكاية لو انت عندك التقب في شغلة وانت حتعمل زاوية للأورة بتاعتك أو خراطة وجهية يبقى لازم تطرح أنصاف الأقطار من بعضها وبعدين تزود مسافة الايه؟ الاقتراب تعالوا مع بعض نشوف حنعمل ايه ونحل مسألة على عمليات الخراطة نبص كده مع بعض في حساب زمن الخرط احنا بنقول أن الزمن بيسوي لام على تهفنون في كاف اللي هي عدد المشاوير أو عدد اللي احنا بقولوا عليه عدد الأوشش يعني اللي هي حعمل حعملية الخرط بتاعتي في كام وش بس نخلي بالنا أن لو الشغلة دي حرة نهيتين يعني الألم هيجي من قبل البداية ويعدي النهاية بتاعتي يبقى أنا دلوقتي حقول أن دي لام زائد عشرة في نفس القانون طب ولو كانت حرة نهاية واحدة يبقى حقول لام زائد خمسة لعندي مسافة ايه اقتراب بس طب لو عندي الشغلة محدودة النهايتين يبقى دي لام بس كأنها لام زائد صفر طب تعالي بعد كده أنا عارف أن النون بتسوي ألف في عين على طه ايه على طه قاف طب والكاف دي بجيبها منين يا مستر محمد الكاف دي أن أنا عندي قطر قبل التشغيل وقطر جديد بعد التشغيل فحطرح القطرين من بعض وقسمهم على اتنين في عمق القطع في كل وش يعني دال دي هي عمق القطع لكل وش كده يبقى أنا بجيب عدد الأوشش أو عدد المشاوير اللي حعمل فيها عملية الخراطة طيب خلي بالك أنه ممكن في المسألة بدل ما يخلينا نحسبها يقول لي اعمل وشين تخشين ووش تنعيم على حسب المطلوب في المسألة طب تعال لو أنا جيت أعمل عملية خراطة لقورة لو القورة دي كاملة يبقى نق لأن انت حتمشي بالألم من هنا من بره هنا لحد المنتصف يبقى نق زائد خمسة يبقى هتاخد مسافة اقتراب بس طب لو القورة دي كانت غير كاملة بس مدرجة بالشكل ده يبقى أنا حقول كده نق واحد نقص نق اتنين يعني القطر الكبير نقص القطر الصغير وطبعا كده نص القطر مش القطر كله حطرح نص القطر من نص القطر زائد عشرة ملي متر وهنا لو دي غير كاملة ومتقوبة يبقى هعمل نق 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 زائد ايه زائد عشرة وطبعا عدد الأوشش في عملية الخراطة الوجهية دايما باعتبرها بواحد إلا إذا ذكرت يبقى نوم بتسوي ألف في عين على طهقاف والكاف تأخذ بواحد ملي متر إن لم تذكر يعني لو هو قال لي خدها بخمس أوش أعمل خمس أوش ما قاليش أخد أنا دايما كاف ليه عدد الأوشش بكام بواحد تعالى نشوف مثال بيقول إحسب الزمن اللازم لخرطة عمود من الصلب تعالى نعمل الهامش وناخد المعطوات اللي بيقول عليها إحسب الزمن اللازم لخرطة عمود من الصلب حر النهايتين حر النهايتين يبقى لام زائد عشرة طوله 100 ملي يبقى لام بتساوي 100 ملي من قطر 30 إلى قطر 24 يبقى قاف واحد بتساوي 30 ملي متر وقاف اتنين بتساوي 24 ملي متر علما بأن سرعة القاطع 33 متر لكل دقيقة تبقى دي إيه؟ برفع عليك وطالما متر لكل دقيقة تبقى دي عين يبقى عين بتساوي 33 متر لكل دقيقة وعمق القاطع اللي هو دال يبقى عندي دال بتساوي 5 من 10 والتغذية بتساوي 7 من إيه؟ 7 من 10 هو أنا الزمن بإيه؟ بيقول إن لام زائد عشر على تهف نون في كاف مين اللي مش موجود هنا مستر؟ اللي مش موجود هنا دلوقتي نون واللي مش موجود كاف طب تعال نروح نجيب كاف ونجيب نون نجيب نون نون بتساوي 1000 في عين على طهقاف يبقى بتساوي 1000 في العين بتاعت اللي هو من دهاني ب33 متر لكل دقيقة طهق النسبة التقريبية اللي هي 3 و 14 من 100 في قاف اللي هو القطر بتاعي أخذ مين؟ أخذ القطر الكبير يبقى فيه 30 يبقى النون هنا حتساوي 350 لفة لكل دقيقة طالما هو ما تدنيش هنا عدد لفات في رأس السؤال أخذ الرقم اللي طالعلي من هنا ولو كان فيه كسر أقربه طيب تعال نجيب عدد الأوشش يبقى كاف بتساوي القطر الكبير ناقص القطر الصغير على 2 في دال دال اللي هي عمق القطع لكل وش يبقى الكلام ده بيساوي قاف 1 اللي كانت ب30 ناقص قاف 2 اللي كانت ب24 على 2 في الدال اللي هي ب5 من 10 يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 6 وش 6 وش طب يا مستر محمد لو طلعت ب5 و2 من 10 وش تقربها على طول 6 ولو كانت 1 من 10 مستر محمد برضو لأن ما فيش حاجة اسمها 1 من 10 وش أو 2 من 10 وش يبقى حتى لو كانت أقل من النص أقل من الخمسة من 10 برضو أقربها يبقى هنا 6 وش أروح بعد كده أجيب الزمن يبقى الزمن بيساوي لام زائد 10 على ته في نون في كاف أقول بيساوي اللام بتاعت اللي كانت ب100 زائد العشرة ملي اللي هي مسافة الاقتراب واللي بتاعات بتاعتي لأنه حر النهيتين على الته اللي هي التغذية ب7 من 10 في النون بتاعت اللي أنا لسه جايبها ب350 في الكاف بتاعت اللي هي ب6 وش يطلع الكلام ده بيساوي 269 من 100 دقيقة طيب دلوقتي هو أنا مستر محمد دي عملية خراطة طولي وعرفت إن العشرة دي هي اللي حتفرق معايا إذا كان حر نهية واحدة أو نهيتين هو أنا بعمل عملية على مكانية المخرطة بعمل عملية خراطة بس لا ده أنا بعمل عملية ألوزة وبعمل عملية سلبة طيب لو جيت أعمل عملية ألوزة أحسب الألوزة إزاي؟ طيب أروح جاي رايح وقايل إن أنا الزمن بتاعي بيساوي لام على خه في نون في كاف لام على خه في نون في إيه؟ في كاف طيب اللام أنا عارف طيب والخه؟ آه ده الخه دي اللي هي الخطوة يبقى أنا كده عارف إن أنا هستخدم لام على خه في نون في كاف وإن النون اللي عارفها واللي قلت هتبقى سابتة معايا في كل المسائل هتبقى ألف في عين على طه قاف وبعد كده لازم أبقى عارف إن أنا عندي الخه اللي هي الخطوة والكاف اللي هي عدد الأوشش ودي هنعرف هنجيبها إزاي؟ آه أجيبها إزاي؟ الألوزة عندك يا إما هيكون على المخرطة ألوز داخلي أو ألوز خارجي يبقى الكاف هتساوي 2.6 من 10 خه لو كانت ألوز خارجي الكاف هتساوي 3.2 من 10 خه لو كان ألوز داخلي يبقى كل اللي هيفرق هنا عندي كاف دي هي اللي هتفرق زائد بدل ما كان فيه تغذية بقى فيه خطوة ألوز ونيجي بعد كده نقول إن زمن القطع الكل بيساوي زمن الألوزة في عدد الأبواب ساعته أنت بتعمل الألوز يقولك ألوزه باب واحد ألوزه بابين ألوزه ثلاث أبواب طب بس كده زمن القطع بيساوي زمن الألوزة في عدد الأبواب لا ده في حاجة لو كان الألوزة أنت بترجع رجوع عادي يبقى خلاص ده الزمن اللي أنت بتطلعه إنما لو رجوع أوتوماتيكي يبقى لازم تضرب الزمن بتاعك في اتنين يبقى إذا ذكر في المسألة أن الرجوع أوتوماتيكيا بتضرب مجموعة الأزمنة في كام؟ في اتنين تعالى ناخد مثال جايب لي شكل وبيقول لي الشكل يبين جشمة مسموعة من النحاس وسبق خراطتها خارجيا وداخليا ويتم قلوزتها من الداخل على المخرطة بألوز مربع خطوته 4 ملي متر يبقى أنا دلوقتي لازم أعمل الهامش بتاعي أكيد الطول بتاعي موجود هنا على الرسمة هو يبقى أكتب هنا النلان بتساوي 65 ملي متر واكتب كمان النلقاف بتاعتي على الرسمة هي 45 ملي متر واجي بعد كده أعرف أن ده ألووز إيه؟ ده ألووز داخلي لأن دي جشمة يعني صمولة يبقى أكتب أن ده ألووز داخلي وبعدين أخدوا المعطيات من هنا بيقول لي أن ده ألووز خطوته 4 ملي متر يبقى خابتها 4 ملي متر وبعدين بيقول لي زو بابين يبقى عدد الأبواب هنا في اتنين وبعدين بيقول لي أن الرجوع أوتوماتيكيا يبقى لازم أبعارف أن أنا حضر بالزمن في اتنين في الآخر وسرعة القطع اللي هي عين ب 16 متر لكل دقيقة يبقى عين بتساوي 16 متر لكل دقيقة خلي بالك أن أنا دلوقتي محتاج أن أنا أعمل حساباتي أن الزمن بيساوي لام زائد عشرة على خاف نون الألووزة هم عدي من الأول للآخر طيب وبعد كده عايز النون أروح أقولي أن نون بتساوي 1000 في عين على طه قاف يبقى بتساوي 1000 في العين بتاعتي اللي مدهني ب 16 على طه ب 13 و 14 من 100 في القاف القطر بتاعي اللي ب 45 يبقى الكلام ده حيساوي 113 لفل كل دقيقة بس مديني إيه؟ آه مديني هنا جدول طالما مديني هنا جدول أخد 113 أشوفهم قريبين منين هم في النص ما بين 100 وال125 أطرح منهم أطرح منهم ولا زود هناخد 125 لأنها الأقرب يبقى النون بتساوي 125 لفل كل إيه؟ دقيقة وكده يبقى احنا اخترناه من الجدول كمان أنا دلوقتي اللام عرفة والخطوة موجودة عندي والنون بقت موجودة فاضل مين؟ فاضل الكاف هو الألووز ده داخلي ولا خارجي؟ الألووز ده داخلي يبقى جيب إن الكاف بتساوي 2.3 من 10 خ لأنه الألووز إيه؟ داخلي يبقى حتساوي 2.3 من 10 أو 3.2 من 10 آسف فيه اللي 4 ملي متر اللي هم الخطوة يبقى الكلام ده بـ 12 و 8 من 10 يعني 12 و 8 من 10 ويش؟ قلنا مفيش حاجة اسمها جزء من 10 ويش يبقى تتقرب على طول تبقى بتساوي 13 ويش أو 13 مشوار بقى عندي كده النون وعندي الكاف أروح أحل المسألة بتاعتي النون بـ 125 والكاف بـ 13 أقول إن الزمن بيساوي لام على خاف في نون في كاف يبقى بيساوي اللام أنا عارفها بـ 65 على الخاف بتاعتي طبعا دي لام زائد 10 لأنه حر النهيتين على الخاف بتاعتي اللي بتساوي 4 فيه النون اللي أنا لسه جايبها بـ 125 فيه الكاف اللي أنا لسه جايبها بـ 13 يبقى الزمن ده كله حيساوي لما أضرب دول كلهم في بعض حيطلع لي الزمن الكل اللي هو بيساوي حيساوي معايا 51 من 100 دقيقة بس خلي بالك إنه قال إن هي عدد الأبواب بتاعتي قال إنها زاد بابين وكمان الرجوع أوتوماتيكي يبقى حضرة في إيه؟ في اتنين يبقى أنا عندي الناتج بتاعي 51 من 100 دقيقة أخذه وعوض بيهن يبقى زمن الألوازة 51 من 100 في عدد الأبواب قال إنها بابين فيه اتنين علشان الرجوع الإيه؟ الأوتوماتيكي طبعاً لو كان ما قالش رجوع أوتوماتيكي ما كنتش حضرة في الاتنين اللي في الآخر لو كان قال إنها باب واحد كنت حضرة بديف إيه؟ في واحد يبقى الزمن الكل هنا بيساوي 7 و 8 من 10 خلي بالك إن أنا كنت هنا بحسب زمن الإيه؟ زمن الألوازة تمام؟ يبقى أنا كده جبت 7 و 8 من 10 اللي هو زمن الألوازة اللي موجودة عندي طب تعالي بعد كده لو أنا بعمل عملية خرط المسلوب مسلوب يعني جزء مستدق زي ده كده أكيد له قطر كبير وله قطر صغير والألم بتاعي حيبتدي من قبل الشغلة وينتهي لبعدها اللام هي طول المسلوب خلي بالك معايا كويس هنا لأننا اللام دي حتفرق معايا كتير ليه؟ هو أنت لما بتبقى الشغلة دي كاملة وأنت بتشتغل على المخرطة مش بتاكل جزء بميل كده وترجع تاخد واحد كمان وواحد كمان وواحد كمان آه ده أنت لما بتبتدي هنا كل مشوار من دول بتبتدي من البداية للنهاية وبعدين تبتدي مشوار تاني البداية للنهاية بعدد الأشواط هنا حيتجمع على بعض حيبقى الزمن بتاعي لام على ته في نون لام على ته في إيه؟ في نون طيب واللام دي حتسوي إيه؟ اللام دي بتسوي لام زائد عشرة عشان بيبقى حر النهايتين في عملية الألواظة على كاف في جتاه بس هنا دايما بقول هنا إننا الكاف قف 2 ناقص قف 1 على 2 دال بس هنا لما باجي أحسب التغذية بتاعتي وعدد الأوشش اللي هي كاف باجي بعد كده وحسبها واجمعها على بعضها تعالى كده بيقول احسب الزمن عمل السلبة لعمود طوله 30 ملي متر وقطره 50 ويراد عمل سلبة له على المخرطة بحيث يكون طرف العمود أحدهما قطره 50 والآخر 30 تعالى نعمل الهامش الطول بتاعي 30 ملي والقطر 50 وأنا حجيبه من 50 أخليه 30 أخليه 20 آسف بعد إتمام عمل السلبة علما بأن عدد اللفات المية وستين لفة لكل دقيقة هو مدهالي تبقى دي نون طلامة دي لفة لكل دقيقة تبقى دي نون يبقى النون مية وستين لفة لكل دقيقة عمق القاطع اللي احنا عارفينه الندال يبقى الدال بتساوي واحد ونص ملي متر والتغذية التغذية بتاعت اللي هي ته بتساوي 3 من 10 ملي متر لكل لفة والعمود حر النهيتين وبيقول لي اعتبر إن الجتة هي بتساوي 88 من 100 طيب أنا الزمن بيساوي إيه لام على ته في نون لازم أروح أجيب اللام اللام بتساوي لام زائد 10 على كيف جتة هي اللي هو مدهاني وهنا حاجة أعمل إيه بقى حاجة هنا أجمع عليها عدد الأوشش اللي هتطلع كلها يبقى لازم عدد الأوشش دي كلها يا جماعة لازم أجيبها الأول يبقى كاف قف 2 ناقص قف 1 على 2 دال يبقى بتساوي قف 2 بخمسين ناقص قف 1 بعشرين على 2 في الدال بتاعت اللي هم الدهالي بواحد ونص يبقى إذن المجموح هيديني عشر مشاوير اللي هم الأوشش بتاعت أخدهم بقى وعوض بيهم هنا في اللام فبقت اللام بتساوي لام زائد عشر على كاف جاتهي زائد عدد الأوشش كلهم مجموعين على بعض يعني دي عشرة يبقى واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد اربعة زائد خمسة زائد ستة زائد سبعة زائد تمانية زائد تسعة زائد عشرة لازم تجمحهم كلهم لأن الألم بيجيب كل المشوار وراء بعض يبقى عندي لم حتساوي اللام بتاعت اللي بتساوي تلاتين زائد العشرة ملي متر على الكاف اللي احنا جبناه بعشرة مضروبة في الجاتهيه اللي بتمانية وتمانين من مية مضروبة فيه هاجي بقى هنا واقولوا واحد زائد اتنين زائد لحد ما يجوا كام لحد ما يجوا عشرة لأن دول طلعوا كلهم عشر أوشش يبقى حضرة بمجموع الأوشش كلها خلي بالك أنا كده جبت لامة هاي بالرقم ده اللي بيساوي امتين وخمسين وأنا عندي التغذية وعندي عدد اللفات أقدر عوض واجيب الزمن على طول خلاص أروح أجيب وأقول إن لم بقت بامتين وخمسين وخلاص أنا بقيت عندي ته وعندي نون أعوض في القانون يبقى الزمن بيساوي اللام بتاعتي اللي أنا جيبها بامتين وخمسين بعد ما جبت عدد الأوشش على الته اللي بتساوي 3 من 10 مضروبة فيه النون بتاعتي اللي بتساوي 160 يبقى الزمن عندي حيطلع ب2 و2 من 10 دقيقة ويبقى أنا كده جبت عمليه زمن عمل السلبة في المسألة بتاعتي طيب من ضمن الأزمنة اللي إحنا لازم نبعارفين إحنا بنجيبها إزاي وهي أزمنة القشط وأزمنة القشط أولاد أنت بيبقى عندك شغلة وبتعمل لها عملية قشط فالألم أكيد بياخد مسافة اقتراب وطبعا لازم يبقى فيه مسافة بتاعات فكده كده أنا ليه طول للشغط ولكن اللي بيختلف إيه لو أنا دلوقتي بعمل شغلة كده والألم بتاعي رايح جاي فيها ممكن يبقى فيه من هنا برح يعني برضو حبتدي الشغلة من برة وانتهيها لبرة وممكن الشغلة دي تبقى عاملة زي حرف القل يبقى فيه من هنا حرة نهاية واحدة والنهاية التانية مش حرة يعني الألم حيقدر يجي من برة يشتغل بس حيقف لغاية هنا يبقى دي اسمها حرة نهايتين أو حرة نهاية واحدة أو محدود النهايتين ولكن أنا كمان لما باجي أعمل عملية القاشط عندي كذا نوع من المقاشط عند المقاشط النطاحة عند المقاشط الرأسية عند المقاشط العربة اللي اختلاف فيهم حيكون بسيط طب خلي بالي من إيه مستر محمد وإحنا بنحسب عمليات القاشط لازم تخلي بالك هو مديك سرعة واحدة ولا لا لأنه حيبقى فيه قانون لو هو مديك سرعة القطع بس وفيه قانون تاني لو هو مديك سرعة القطع وسرعة الرجوع أخلي بالي إن أنا هستخدم قانون لو مديني سرعة القطع بس وخلي بالي إن هو لو مديني سرعة القطع والرجوع ودي هتفرق معايا تعال نشوف القوانين هيبقى شكلها إيه وحنعوض فيها إزاي نبصه مع بعض كده بيقول لي حساب زمن القاشط تخلي بالك إن أنا عندي ممكن حساب زمن القاشط باستخدام سرعة القطع فقط يبقى الزمن هيساوي لام زائد مية على ألف في عين مضروف في به زائد خمسة على ته البه اللي هي عرض الشغلة والته اللي هي التغذية والعين اللي هي السرعة واللام طول الشغلة وطبعا بزود لها مية لأن دي فيه مسافة اقتراب وابتعاد والكاف اللي هي عدد المشاوير أو عدد الأوشش طيب أنا لو عندي سرعة قطع ورجوع يبقى ما اشتغلش بقى بالقانون ده أقول إن الزمن عندي بيساوي لام زائد مية على ألف بصت كده نشلت من هنا العين وكتبت هنا عين واحد زائد عين اثنين على عين واحد في عين اثنين في به زائد خمسة على ته في كاف يبقى كل اللي اختلف من القانون ده للقانون ده أنا شلت الخمسة على تلاتة دي لأن الخمسة على تلاتة دي كانت نسبة تقريبية ما بين سرعة القطع والرجوع إنما هو طالما مدين سرعة قطع ورجوع بشيل الخمسة على تلاتة وحط ما كان عين واحد زائد عين اثنين على عين واحد في عين اثنين واشيل طبعا العين من هنا يبقى فيه ألف بس نخلي بالنا من إيه؟ نخلي بالنا إن الشغلة ممكن تبقى حرة النهيتين في العرض وبالتالي لو حرة النهيتين يبقى فيه هنا بهزئة خمسة زي دي كده إنما لو حرة نهية واحدة آه يبقى دي بهزئة اتنين ونص ومحدود النهيتين يبقى أكيد بهزئة صفر يبقى هنا المسافة بتاعتي في العرض بتكون اتنين ونص ملي في كل ناحية طب أخلي بالي من إيه كمان؟ أخلي بالي كويس جدا من إننا لو شغل على المقشاطة الرأسية بدل ما دي بهزئة خمسة تبقى بهزئة ثلاثة ده كل الاختلاف طب ولو شغل على مقشاطة عربة لو شغل على مقشاطة عربة خلي بالك إن اللام دي بدل ما هي لمزة ادمية يبقى اسمها لمزة ادمتين طب وعرفها منين إنها مقشاطة عربة لو ما تذكرتش في المسألة إن طول الشغلة يكون أكبر من 600 ملي متر يبقى من 600 ملي متر طول يعني اللام هتبقى 600 أو أكبر يبقى دي اسمها مقشاطة عربة خلي بالك علشان في بعض اللي امتحانات بيقولك مثلا عايزة عمل عملية قشط لشغلة طولها 700 ملي متر على المقشاطة التي تراها مناسبة طالما 700 يعني 600 فأكبر يبقى دي على طول على مقشاطة عربة تفرق في إيه يا مستر محمد تفرق في إننا بدل اللام ما تبقى لام زائد مية تبقى لام زائد متين تعال مع بعض نشوفه وإحنا هنعمل عمليات القشط ونحسب حساباتها الفنية إزاي خلي بالك إن أنا دايما عندي سمك بيراد إزالته يعني إنت لو عايز تشيل السمك ده كله فبتقول النسين اللي هي السمك المراد إزالته على دال اللي هي عمق القطع لكل وش أو عمق القطع في كل مشوار يعني إنت لو السمك ده عشرة ميلي وإنت بتشيل في كل مشوار اتنين يبقى تقول عشرة على اللي اتنين يبقى عندك خمس مشاوير تعال نروح مع بعض نشوف مثال المثال بيقول يحسب الزمن اللازم لقشط سطح طوله 164 ميلي متر 164 ميلي يعني أقل من 600 وعرضه 36 ميلي متر على مقشاطة نطاحة تعال نعمل هامش وناخد المعطيات نكتبها يبقى أنا عندي طول لام بيسوي 164 ميلي متر وعرضه 36 ميلي متر يبقى به بتساوي 36 ميلي متر على مقشاطة نطاحة فيه وشين تخشين ووش واحد تنعيم أنا مش هروح أجيب عدد أوشش خلاص بس هحسب مرة تخشين وحسب مرة تنعيم يبقى التخشين عندي كان كاف باتنين والسرعة بتاعة القطع بتاعته 15 متر لكل دقيقة والتغزية واحد ونص يبقى دي المعطيات بتاعة التخشين وشين تخشين يبقى السرعة القطع في التخشين 15 والتغزية واحد ونص وسرعة القطع للتنعيم أجي أقول هنا بقى بيانات التنعيم سرعة القطع 20 متر لكل دقيقة يبقى عين أو ده وش واحد تنعيم يبقى كاف بتساوي واحد وعين بتساوي 20 متر لكل دقيقة والتغزية بتساوي 5 من 10 يبقى احنا كده هنروح نعود تعويض مباشر فهقول ان انا هحسب الاول زمان التخشين يبقى الزمن بيساوي لام زائد 100 على 1000 في عين ليه خدت القانون ده؟ لانه ذكر لي سرعة واحدة سرعة قطع بس مافيش سرعة رجوع تعالى نعود في التخشين ببيانات التخشين اللي موجودة عندي هنا يبقى بيساوي اللام بـ 164 زائد المية على 1000 في العين بتاعت التخشين بـ 15 عوض بها بـ 15 في البه اللي هو العرض بتاعي بـ 36 اكتب 36 زائد الخمسة على التغزية بتاعت التخشين بـ 1.5 في 5 على 3 وهو قال لي أصلاً أن دول في وشين تخشين في وشين تخشين يبقى فيه الكاف هنا بكام؟ الكاف هنا باتنين يطلع الزمن بـ 1 و 6 من 10 دقيقة تعالى نروح نجيب الزمن بتاعي التنعين أقول إن الزمن برضو أحط نفس القانون طب ده أنا بحط نفس القانون ليه؟ آه موكل اللي هيختلف عندك إن انت في عملية التخشين سرعة القطع والتغزية مختلفة معانا بالتخشين والتنعين يبقى أنا دلوقتي حقول إن اللام عندي بتساوي 164 زائد المية اللي هي مسافة الاختراب واللي بتعاد على ألف في العين أحط بقى هنا العين بتاعت التنعين يبقى العين بتساوي 20 في التنعين يبقى فيه 20 أضرف فيه البه بتاعتي اللي كانت بـ 36 زائد 5 على الته بتاعتي أخد أنية ته أيوة برافو عليك وأخد الته بتاعتي التنعين يبقى على ته اللي هي بـ 5 من 10 فيه 5 على 3 فيه طبعا هو وش واحد تنعين يبقى الكاف بتساوي واحد يبقى الزمن الكلي واحد وثمانية من عشرة هنا زمن التخشين واحد وثمانية من عشرة وزمن التنعين واحد وثمانية من إيه من عشرة آه في لغاية كده لا ده بيقول لي حسب الزمن اللازم لقشط يبقى لازم مجمع الزمن يبقى على بعض زمن التخشين وهو زمن التنعين وهو يبقى حضرتك تيجي تقولي بقى أن الزمن الكلي بيساوي زمن التخشين زائد زمن التنعين عوض عن زمن التخشين بواحد وستة من عشرة وزمن التنعيم بواحد واثنين من عشرة يبقى الزمن الكل بيساوي أربعة وثلاثة من عشرة دقيقة تعالى ناخد مثال كمان بيقولي هنا احسب الزمن اللازم لقشط سطح سمك مقداره تمانية ملي متر يبقى السمك اللي أنا عايزة زيله تمانية يبقى السين بتساوي تمانية سمك سين على طول في قطعة من الصلب الطري طولها 500 يبقى اللام بتساوي 500 ملي وعرضها 100 العرض اللي هو به يبقى كتب به بتساوي 100 على مقشطة نطحة إذا كانت سرعة القطع 20 متر لكل دقيقة يبقى سرعة القطع 20 متر لكل دقيقة ما تيجي نكمل وسرعة الرجوع آه استنى ده أنا عندي هنا سرعة قطع وعندي كمان سرعة رجوع يبقى سرعة القطع بتساوي 20 اللي يعين واحد وسرعة الرجوع بتساوي 30 اللي يعين 2 ومقدار التغذية العرضية يبقى التغذية بتاعتي ته بتساوي 2 ملي متر وعمق القطع عمق القطع اللي هو دال يبقى دال بتساوي 2 ملي متر هي كمان تعالى يبقى أنا كده محتاج لما حط الزمن بتاعي أكون عارف عدد المشاوير أو عدد الأوشش اللي موجود عندي يبقى كاف اللي هي عدد الأوشش بتساوي 20 على دال السين اللي هي بـ 8 والدال اللي هي بـ 2 يبقى عندي 8 على الـ 2 يبقى بتساوي 4 وش أحطي بقى القانون اللي فيه سرعة القطع والرجوع يبقى لام زائد 100 على 1000 مضروبه في عين 1 زائد عين 2 على عين 1 في عين 2 مضروبه في به زائد 5 على ته في كاف اللي هي عدد الأوشش يبقى الكلام ده هيساوي اللام بتاعتي اللي هو إيه اللي عليها بـ 500 زائد 100 على 1000 فيه أجي بقى هنا في البسط عين 1 بـ 20 زائد عين 2 بـ 30 على عين 1 بـ 20 فيه عين 2 بـ 30 أضرب ده كله فيه البه اللي هو العرض بتاعي اللي هو بـ 100 زائد 5 على التغذية اللي هو مدهني بـ 2 أضربه في عدد الأوشش بتاعتي اللي أنا مطلحها بـ 4 يبقى الزمن الكل هنا هيطلع 10 ونص دقيقة هيطلع 10 ونص إيه؟ دقيقة طب كده أنا عرفت أجيب الزمن بتاع القشط طب أنا دلوقتي أخدنا مع بعض زمن التقب زمن الخراطة، زمن الألوزة، زمن السلبة، خراطة اللي هي خرطة عطولية وألوزة وسلبة دي في عملية الخراطة والتقب والألوزة في المتقاب وخدنا كمان عمليات القشط فاضل إيه؟ فاضل لي عمليات التفريز والتجليخ طب في التفريز نخلي بالنا من إيه؟ في التفريز أنا ممكن يكون عندي فريزة أفقية يعني العمود بتاعها أفقي أو فريزة رأسية يعني العمود بتاعها رأسي طيب يبقى لازم نخلي بالنا من القانون بتاع الأفقي والقانون بتاع الرأسي هستخدم هنا إيه واستخدم هنا إيه طب تعالوا نبصوا مع بعض كده هنحسب الزمن إزاي في حساب زمن التفريز لو دي فريزة أفقية يعني العمود كده أفقي يعني نقدر أجيب بيها حرف U زي ده أو حرف V تمام يبقى أنا دلوقتي عندي التفريز الأفقي إن العمود بتاعي حيكون عمود أفقي ويبقى أنا عندي لام حتبقى مسافة اقتراب ومسافة طول الشغل ومسافة ابتعاد واللام دي حقسها من خلال عدد الأسنان وقطر السكين طيب ولو كانت فريزة رأسية لو كانت فريزة رأسية أن أنا حقدر أعمل المجاري الغنفرية أو المجاري حرف T طيب أنا دلوقتي لما أنا حاجة أعمل عمليات التفريز لازم أخلي بالي إذا كانت فريزة أفقية أو فريزة رأسية دي لها قوانين ودي لها قوانين طيب أنتوا عايزين تعرفوا إحنا إزاي حنحسب أزمنة التفريز في الرأسي وفي الأفقي وكمان أزمنة التجليخ وإزاي نعمل تكاليف سعر البيع يبقى لازم تنتظروني في الحلقة القادمة إلى أن أراكم على خير بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة